محطتنا اللي يمكن ناطرين أنا وانتي من الصبح من لما كنا عم نتمكيج والصبح كنا ناطرين نوصل كان لك في حسون عم يغدني حوالينا تماما ناطرين نوصل لهذه المحطة ونشارك فيها مشاهدينا أكيد الفن والطرب الأصيل ولكن من حناجر صغيرة النهوند الطفولي كيف ممكن يكون هالمقام هيك هالمقام سمي أو أخد تسمية لفرقة موسيقية بتعدت عن الدمج بين الموسيقى الشرقية والموسيقى الغربية وحافظت على أصالة الموسيقى العربية ونقلتها لأطفال من أعمار مختلفة رح نتعرف أكتر على هاي الفرقة مع المايسترو ضيفنا نازيه أسعاد وأكيد من المواهب المشاركة بهذه الفرقة الطفل الصاحب الحنجرة الحلوة كتير رح تسمعوا الصوت وأكيد رح يكون الحكم لكم مشاهدينا محمد زين الألاجاتي يسعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم سهل صباحكم سهل صباحكم وأهلا وسهلا فيكم على الشاشة الإخبارية ونحنا سعيدين أن نكون موجودين معنا بالبداية قبل ما نسمع صوتك الجميل زين خلينا نحكي عن فرقتنا ونعرف المشاهدين عننا خصوصا بالحفل الأخير لدار الأوبرا كانت حديث الناس يعني في كتير من الناس ما حضرت الحفل بس كان الكل عم يحكي وعم يتناقل أحاديث بين بعض قداش كان في إلى فعلا وقع وصدى بين الجمهور يسعد أوقاتكم مرة تانية بالحقيقة الوصول لهذه المرحلة من أن الناس تحكي عن الفرقة أو يصير فيه تداول لما بعد العرض طبعا عم يترتب علينا كتير جهود كبيرة وزمن ووقت وعمل متواصل وحتى زمنيا بتأسيس الفرقة من سنة 2002 تأسست الفرقة وهي ماشية بخطة صعودة ما كان فيه تفكير إطلاقا بالتراجع يعني أطفال متجددين طبعا كانت عم تستقبل أطفال من عدة شرائح وعدة أعمار كان فيه بشكل مستمر يعني روح جديدة وحب دائما للتطوير في الموسيقى العربية مثل ما تفضلت دون المزج دمج بين الغربي أو الشرقي؟ للحفاظ على الهوية فقط هوية الموسيقى وهوية الغناء العربي الأصيب فنحن كتير كنا مسرورين بعد حفلة دار أوبيرا أنه كان فيه هذه الأصداء وحتى فيه آراء من غير القصي لأنه دائما بيقول لك أنه الشباب هلا يهتم بالأغاني الحديثة وبدمج الحضارات لا تتفاجأ أنه بعدا شباب اليوم أدانهم ضواقة بيسمعوا القديم بيحبوا الغناء الشرقي وبتلاقيه عن جد بيستمتع لما يسمعوا الأعمار اللي من تحت 18 أنا حتى شفت في كان شباب يافعين وصبايا يعني بعرفهم بشكل شخصي كنت من خلال مدارس من خلال أماكن أخرى حتى من المعهد العالي كان في المحتصين يعني هني عم يعطوا دائما إيحاءات بأنه قيمة الحفلة الثانية كنت سمعونا شيء آخر يعرفوا أنه فيه تجدد دائما بهيك نوع من الفرق وخصوصا الأطفال أدي العدد تقريبا عدد الأطفال مايسترون موجوب الفرق وهلا هو متزايد على طول وغير متناقص صراحة يعني فأحنا عم نختصر دائما كلك كل الكرال ما بين الأربعين للستين عم يكون أحيانا سبعين وثمانين مغني كرال رقم كبير ففي أعداد أكتر من هيك ما عم نعطيون فرص تقريبا وأعمار مختلفة تقريبا تماما أعمار مختلفة من الخمس سنوات عنا أربع سنوات يعني أصغر طفلي اسمها سلمة كانت أربع سنين سلمة؟ ليش ماجرته سلمة؟ ليش ماجرته سلمة؟ نصبح عليهم أكيد كله أكيد صباح وكله من أصغر طفل لأكبر شاب فيه لسن الخمسة عشر سنة وطبعا أنا كتير مسرور أنه اليوم للصدفة أنه الدكتورة نور كانت كانت قبل شوية باللقاء كانت إحدى المغنيات في كورالنا هاواند من سنة 2006-2005 فهذا الحكي كثير صرني بس شفتها طبعا بحقيقة مرة تانية لذلك الحالة دائما متواصلة في أجيال من 2002 في دائما ولادة جديدة لأجيال موسيقية ويمكن زين بيمثل هيدا الشي دائما يعني بيكون معكم أولاد صغار وتلاقيون يافعين وشباب جيل بعد جيل مستمرة هاي الجمالية يمكن بالفرقة نعم والموسيقين اللي عم يعزف هنا كانوا طلاب بصلا في أسازة في المعهد العالي حاليا هني أسازة في المعهد العالي واخرجين كانوا في الفرقة يعزفوا صاروا هلا عم يشاركون بالعزف كعازفين موسيقين قداش حلوم تلاقي طالب عندك صار معك استاذ ضمن المعهد هذا مشان ما يكبرني بالعمر شوية نعم نعم نفتخر وأتشوف طلاب كانوا طلاب وصالوا أسازة وأنا بحييهم فردا فردا يعني وهي حالة إن شاء الله تكون عامة في فرحنا الموسيقية يعني نحنا عم نشوف سواء ونحنا عم نحكي مع حضرتك عم نشوف صور من تدريبات نهواند ومتل ما قالنا تقريبا هلا سبعين أو ثمانين موهبة مشتركين مع كونوا بتزايد هذا الشي يعني إنه دائما عن كون المجال تستقبلوا أطفال حتى لو كانوا هلا غالبا أغلب الفرق الموسيقية اللي بتكون تعنى بمعهد معين أو بخليني يقول بعض الأهالي بقولوا يا ترى رح يقبل ابني إذا أنا ما كان ابني مسجل بهذا المعهد أو خليني نحكي هل في شروط ولا أنا إذا شايفة ابني عنده موهبة بقدر خليه يشترك بينهواند الحقيقة في استثناءات طبعا عندما يتوافر لدينا الصوت الجميل هم شي يعني متميز أو عازف متميز من خارج لطاق المعهد ما في مشكلة هنا أغلبهم طبعا بالمئة مأني خمسوة مئن بالمئة هني طلاب يعني درسوا بالمعهد ومنهم طبعا زين نعم درس بس الحقيقة في استثناءات من خارج المعهد إذا كان فيه تميز طيب خلينا نسمع شي من زين بالحابين نسمع منه شي تكرم لاغني موال مميز أمانَمَانَمَانَمَانَمَانَيَا يَضَايِ يضع أحبابي لي جفوني فضعني منه وانطلبوا للصنح نسي اللي جرى منهم لا كويك يا قلب النار إن عدت تذكره وانقالمك الجرح لا 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 تقبل دواء منهم يا عيوني الله عن جد يسلم هالصوت يعني يمكن شوي هيك ناس سمعوا شي من الحلو اللي كنا عم نسمع منك الصبح حكيلي شوي أيمت بلشت مع نهوان أنا عندي أستاذي سامر اللي بدربنا على الأورج كنت عم غني وانه الأستاذي سامر موهبة في قلب النار حلو أستاذي سامر لأستاذي كيف تفتح بفرق تهوا اممم قدلشي سمع صوتك جميل بس المشاركة مع فرق تهوا ساعدتك يمكن لتحذب صوتك تقدر تعرف تغني صح وانت مختار غناء صعب شوي الشرقي بعمر صغير أنا أكثر شيء أحب الطربي طيب بدنا نرجع نسمع منك شيء تاني كمان شوف تحب تسمعنا لا جورج وصوف لو نويت لا جورج وصوف لو نويت تنسى اللي فات واللي كان والذكرى لو نويت تنسى اللي فات واللي كان والذكر عيات إنه غيري خدمك كاني إنه قلبك مش عشاني إنه غيري خدمك كاني إنه قلبك مش عشاني لدي قررحني بكلامك طب ما تنقر من سكاة قالوا الناس إنك بياني يا ما قالوا الناس علي قالوا الناس إنك بياني يا ما قالوا الناس علي قلت شاري سيبوا الناس علي زكنا هم حبي لي بلشت شمت غريبي بلشت لومني يا عالفات لدي قررحني بكلامك طب ما تنقر من سكاة كنا نستمع عليه وتشعر حالك بياخدك لمطارح كثير حلية وحضرتك هيك أنت عم تطلع فيه وبعيونك هيك نوع من الفرحة والسعادة قديش فعلا قديش تشعر هذول طلاب لما فعلا تتعب عليهم وتدربوهم بتشعر فعلا فيه علاقة جميلة تنشأ بين الأستاذ والطالب بتشعر مثل أبو أو مثل عائلته صحيح أنا بوقت أسمعه بتطلع على مستقبله دائما أنا بشي أتخيله الدكا ما هو الحلو يعني لسه أنا بخط يعني مو بس نحن وقفنا عند هاي الفرقة عم نتدرب لا فيه مشاريع قادمة لازم يكمل فيها هذا الدعم والتحفيز بعمر صغير كتير مهم كنا عم نحكي طبعا دائما من نحكي باستمرار أنه التكامل في الأخير أكاديميا التشذيب للحالة الفنية اللي عنده صقل للموهب هاي كلها متطلبات ضرورية للمغني وللعازف للموسيقى فهو حاطب باله اللي عم يدرس آلت الأورج وعم يدرس آلت الناي حاليا عم يدرس الصوفيج ففيما بعد المستقبل القريب خيني سميل أنه ما شاء الله لو وصف تامن يعني رح يكون فيه شأن هام بنسبه له في حال تم متواصل مع هذه الحالة من التطور شاء الله يا رب عنا كتير مواهب عنا كتير مواهب واعدة نتمنى يا رب هيك التوفيق إلون يعني نحنا رح يخلص وقتنا بدي اسمع منك شي هيك كمان فريع فريع لغني موشح دربني عليه الأستاذ يلا مقطع صغير حبي دعاني أهل الويصان من بعد زولي آمان 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 على هذه الصوت حلو وموشحات يعني صعبة بتلاقي صوته يعني بيقدر يهزبه وياخده وين ما بده يختار الطبق الصحة ويختار هلأ هيك جزء مطلع الموشح طبعا فيه إله تتتمي أصعب من هيك بس أنا بعرفه بيغني بشكل متقن وهذا مت ما تفضلتي هلأ أنا لازم هاي الحالة نحافظ عليها عند أطفالنا هذا الجيل والجيل اللي طبعا اللي قابلن اللي أكبر منن نحن دايما جاهزين بشاشة الإخبارية ببرنامج صباحنا غير كل المواهب تكون موجودة نحن كنا نتمنى أساسا دايما ندعينهم 70-80 بالفرط نهوان نستضيفهم كلهم يعني خلال يعني دايما ترفدنا تماما نحب دايما نكونوا موجودين على شاشتنا وندعمهم طبعا نحن دائما مشجعين إنهم في كل مكان حتى غير شباب وصبايا في سوريا كلها كاملة لازم نحن ناخد بيدهم من أجل الوصول المكان اللي هن بيليق فيهم في المستبل مشان نشر الموسيقى العربية بشكل عالمي ما تم الموسيقى العربية محصورة في بوطقة واحدة هاي رسالة نحن هاي رسالتنا جميعا كلنا هاي رسالة الختام واجمل رسالة تماما ونتمنى من كل يلي تابعنا ومن كل يلي عم بيشوفنا كل من عنده كمهان موهبة يحافظ عليها ويقوية ويكبرها ونحن دايما ندعمكم أكيد شكرا لكم شكرا لوجودكم طبعا أنا أكيد لازم أنا تشكر كل اللي كانوا قائمين لحفل إدارة المعهد أستاذ هيسم أمين طبعا مدير المعهد والكادر التدريسي كاملا والأهالي أهالي الأطفال اللي هني تعبوا طبعا هني جنود مجهورين كانوا يجبون يعني بظروف صعبة فكانوا يتحملوا الأوقات الطويلة في انتظار أطفالهم بالبروغر أكيد أكيد نوجه تحية لكل الأهالي اللي بتدعم أطفال وبترعى المواهب وأكيد للموجود الكبير اللي عم تقدموه من خلال المعهد نتشكرك مايسترو على وجودك معنا نتشكر الطفل الجميل زين على وجوده معنا